ما بين صدمة الموت وعدم وجود عقاب للمقصرين تقف هذه العائلة متحيرة لما حصل مع ابنتهم أثناء تواجدها في صالة الولادة عند تلقيها جرعة زائدة غير محسوبة من البنج الموضعي مما أدى إلى وفاتها على الفور لتعكس هذه الحادثة حالة من الاستياء والغضب بين أهلها زوجتي عمرها 18 سنة زوجتي لا تعانم من مريض ولا تعانم أن أي مرض مزمن صار السبب أن نتيجة جرعة التخدير جرعتين اللي هو جرعة الأولى بنج نصفي والجرعة الثانية بنج عام ويشير ذو الضحية إلى أن هذه الحالة ليست فردية بل تضاف إلى سلسلة من الأخطاء الطبية التي تعرض لها عدد من المرضى في مستشفيات المصر مما دفع بعض الأهالي للمطالبة بضرورة تفعيل الرقابة على الأداء الطبية وإجراء تحقيقاتهن في الحالات المسجلة قلنا أن أبويا طلعتها والطفل وين إحنا البنية؟ قالوا البنية على ما أتفيق ما قالوا أن بيها شيلوا هاي قلنا أنهم مي خالف من طلعوا الطفل الممرضة؟ قال الطفل شوية تعبان من التخذير قلنا أنهم البنية قال البنية حالتها حارجة تعبانة كلش طلعت البنية البنية مصمغين عيونها يعني مصمغين عيونها يعني مسوي لها صدمات كهرباء بصالة الولادي ننقل صوتنا للمسؤولين والمعنيين وبالذات مدير صحة البصرة ووزير الصحة وكل مسؤول شريف اللي جانا وانتخبنا وتعاملنا وياه بكل صدغية ولا واحد إياه دق بابني لا واحد من الصحة لا مسؤول إياه نشهدنا قال شين هاي الوضعية لا قال شسمه من خلال غناتكم ونوجه صوتنا إلىهم وفي الآونة الأخيرة شهدت المدينة زيادة ملحوظة في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والتي أثرت بشكل بالغ على العديد من الأسر وقد سجلت حالات عديدة وفقا لأقوال ذو المتضررين حيث تباينت نتائج هذه الأخطاء بين فقدان الحياة أو إحداث إعاقات دائمة وتعكس هذه الحوادث نقصا في الخبرة أو إهمالا من قبل بعض العاملين في المجال الطبي وعدم وجود قانون صارم يحاسب المقصر إن ثبت ذلك مما يتطلب تدخلا من الجهة الصحية لتحسين إجراءات العمل وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث من البصر مصطفى الشمري التغيير الفضائية